الحياة بالمناسبة مستر بيتسو موسماني دايماً الإعلام مركز معاه زيادة على اللازم زيادة عن اللازم فيه تركيز مع بيتسو موسماني إذا حتى في المؤتمرات الصحفية فيه نوع من التربص وفيه نوع من الناس مستنية للراجل أي كلمة عشان تبني عليه حتى لما يلعب مبارك ويسا يبدأوا يسألوه مين اللي ملعبش وملعبش ليه وشوية تنسب له تصريحات في بلاده يتم البناء عليها من هنا لدرجة أنه يتقال الرجل ده هيمشي إمتى وليه ما يمشيش ليه ما يمشيش بعد كل اللي بيعمله لكن أعتقد قناة أون تايم سبورت استضافت الصحف الجنوب أفريقي دانيال عشان تسأله عن موسماني وموقفه من الأهلي والعروض اللي بتجيله ده كان كلام مهم تحدثت مع موسماني عن النادي الأهلي الرسالة من جانب موسماني عن النادي الأهلي هو بقاؤه مع النادي الأهلي بالنسبة لموسماني النادي الأهلي هو نادي كبير وبالتالي كان سؤالي يتعلق أيضا معه سواء ببقائه مع النادي الأهلي أم مغادرته ولكن موسماني تحدث عن الأوقات الرائعة التي يقضيها مع النادي الأهلي حسيت من حديث موسماني معاك أنه بيؤكد أنه سيجدد النادي الأهلي لمدة موسمين رغم امتلاكه لعدد من العروض في الدول العربية في هذه اللحظة لم يتحدث موسماني على الإطلاق عن تلقيه أي تعروض من أندياء خليجية أو عربية وأنه باقي مع النادي الأهلي لالتزامه بعقد الأهلي بالنسبة لسماني هو الفريق الأكبر في إفريقيا وهو يحقق معه إنجازات أكثر من رائعة وهذه الإنجازات التي يحققها موسماني مع النادي الأهلي تدفعه للبقاء الحقيقة ده رأي مهمة جدا لأنه رأي من صحف جنوب أفريقيا مبني على تواصل مع صاحب الشأن نفسه اللون موسماني بيرد بي على كل ما تردد خلال الفترات السابقة والتي كانت بتهز العلاقة شوية بينه بالنادي الآلي إنه سعيد ويراهل النادي الأهم والأكبر في المنطقة وإنه موسماني صاحب مشروع النادي الأهلي بتعامل معه لهذا الأساس بدليل التطوير اللي بيعمله في التعقدات يعني كل الناس بقت شايفة دلوقتي الناس اللي رجعها من الأعراض وخناعتوا بيهم وبرسيتاو حتى ميكسوني يعني هو عارف إمتى حيستفيد به هو مش معنى يعني يا أخوانا المسلماني عنده أحسن أفراد في مصر من المصريين فهو يعني بيحاول يستفيد بكل الناس ودلوقتي كل واحد بيلعب مسلماني بيشيد بفكره فمش عايزين إحنا نبقى بس اللي إيه لينا رأي كده برس والحياة مش دولة